السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رايحين ناخد همزة الوصل والبدء بها بالأسماء طبعا احنا اخذنا الدرس الماضي عن همزة الوصل واليوم بدنا نشوف كيف يبدأ بها بالأسماء طبعا همزة الوصل هي موجودة في بداية الأسماء وفي عنا مجموعتين المجموعة الأولى هي كلمات بدأت بهمزة الوصل نشوف هون كلمات بدأت بهمزة الوصل من غير التعريف مثل قوله تعالى ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران طبعا هنا في حال الوصل نحن لا نلفظ الهمزة هنا ما لفظناها قلنا ومريم ابنة عمران من غير أن نلفظ الهمزة ولكن لو بدأنا بابنة عمران نبدأ بها الآية ابنة عمران رح نلفظها في حال الوصل ولكن في حال أو رح نلفظها في حال البدء ولكن في حال الوصل نحن لا نلفظها مثل ما حكينا في البداية قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لابنه إلا عن موعدة وعدها إياه وما كان استغفار وما كان استغفار شفنا كيف في حال الوصل نحن لم نلفظها بداية هنا لم تلفظ ولكن لو بدأت استغفار إبراهيم لابنه استغفار إبراهيم لابنه انتبهنا استغفار لفظناها في حال أن بدأنا بها الكلام ولكن بحال الوصل نحن لم نلفظها آخر آية هنا في المجموعة ألف ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لم تلفظ هنا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو بدأنا بها اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا إذن تلفظ في حين البدء ولكن عند الوصل فإنها لا تلفظ فيها طيب هنا يقولون لنا ما الكلمات الثلاث هل الكلمات الثلاث أسماء أم أفعال هي طبعا أسماء عندما نقول ابنت استغفار اختلافا كلها أسماء ما حركة الهمزة في الكلمات الثلاث هي مكسورة حركة الهمزة ننظر إليها ابنت ابنت استغفار اختلاف انتبهتو هي حركتها ماذا؟ حركتها الكسر نعم اقرأ الآيات الثلاث أمام معلمك ننظر إلى المجموعة با أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس عبدوا ربكم انتبهتو عندنا همزة الوصل ولكنها مع اللام اللام الشمسية الناس الناس هنا الهمزة شمالها؟ مفتوحة هناك كانت مكسورة إذن الفرق بين المجموعة ألف والمجموعة با أن الهمزة في المجموعة ألف كانت من غير أل التعريف لكن في المجموعة با همزة في الأسماء أيضا ولكنها مع أل التعريف يا أيها الناس انتبهتو أيها الناس لم نلفظها اللي هي الناس لم نلفظها الهمزة لو بدأت بها الكلام الناس اسمعتو كيف لفظناها؟ الناس الآية الثانية الذي جعل لكم الأرض في راشا الذي جعل لكم الأرض لكم الأرض انتبهت على لكم الأرض أيضا لم نلفظها وهنا لام ذلك الكتاب لا ريب في نفس الشيء الكتاب لام الفرق بين مجموعة و المجموعة با ما الحرف الذي سبق الأسماء الثلاث في الآيات الكريمة طبعا ننتبه إلى الأسماء الثلاث الناس الأرض الكتاب سبقها لام التعريف في عندي لام التعريف ناس سبقها الناس الأرض الكتاب ما حركة الهمزة في كل من الكلمات التالية حركتها الناس همزة فتح على خلاف اختلافا همزة كسر هذا الفرق بين هنا يظهر لنا الجدول حركة همزة الواصل عند البدء بها ننظر إلى الأسماء والحروف تكون همزة الواصل مكسورة دائما إذا اتصلت بالأسماء ننتبه استغفار اختلاف الكلمات ابنت استغفار اختلاف دائما شمالها مكسورة ابنت استغفار اختلاف أسماء مكسورة لكن الحرف اللام إذا كان في لام التعريف الناس الأرض الكتاب أيضا كانت الهمزة شمالها مفتوحة في هذه الحالة طبعا سنقرأ الآيات الكريمة ونتمع عن بهمزات الوصل وهمزات عند البدء بها أو عند الوصل بها خلينا نقرأ الآيات وأرجو التدريب على قراءة الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجنة خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك العنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم يوم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم صدق الله العظيم طبعا كثير من الآيات اللي معنا فيها همزات وصل مثل الإنسان كيف قرأناها إذا بدأت بها ألفظها ولكن عند الوصل لا ألفظها والجان انتبهت على الجان لم ألفظ الهمزة الجان الإنسان والجان هي كلمات فيها لام التعريف فالهمزة هنا تكون مفتوحة كثيرة الكلمات هنا أرجو منكم التدريب على قراءة الآيات بشكل صحيح ومع مراعاة الأحكام وأرجو منكم استخراج الكلمات التي فيها همزة وصل على شقين سواء كان فيها همزة وصل مع لام التعريف أو أسماء ليس فيها لام التعريف إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم أرجو قراءة الآيات والتدريب على قراءتها وعمل الواجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته